بحضور لعبين من تونس وفلسطين والجزائر وليبيا وقيمت أولى جولات الدورة العملية العربية للشترنج في نسختها الخامسة والأربعين التي تستقضب حوالي مئة مشارك عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وأجمعوا على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لتعزيز أواصل التعارف والتحابب والتقارب فرصة حلوة لجميع المشاركين بأنهم يتنافسوا بين بعض ولعبة الشترنج هي لعبة تنافسية وتعتمد على الذكاء والخطط والاستراتيجية عالية والفرصة لا تفوت صراحة دائما هناك نشاطات مشتركة بين الجزائر وتونس ونحن بدورنا دائما نشارك في هذه الدورات لا نتأخر ولا نغيب على هذه الدورات لأن تونس جزء منها ونحن جزء منها يقرب الناس لبعضها ويعرف الناس لبعضها أنا صدقتي ونحن نشارك معهم يريدون أن نقابل جماعة قفصة وجماعة جربة وأصحابي وأحبابي هذو أنا منبيهم هم يعرفوني وأنا نعرفهم متعطش هكا بشرهم هي التأخي وتقابل مع الأخيين وحتى الأخيين الزيري يرى ومشينا لهم وهم يجيون المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل تهدف من خلال تنظيم هذه الدورة إلى منح الفرصة لأكبر عدد من منظوريها من مختلف جهاد الجمهورية للمشاركة في مسابقات دولية وإقليمية هذه الدورات ديما نقوم بيها سنويا عمناه التورة 44 تم تنظيمها بمدينة المهدي وعنا مشاركين متاعنا الموجودين من قيم التورة بالجمهورية من بنزرد حتى البنجردان وتتواصل فعاليات الدورة العربية العملية لشترنج بمدينة الحمامات على مدى ثلاثة أيام لتختتم الأحد المقبل